مساء الخير تمر ذكراء ثورة الليبية هذا العام والبلاد في مأزق حكومة برعسين فتح باشغا الذي عينه مجلس النواب في طبرق وعبد الحميد للبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة نناقش الخلاف الليبي هل هو خلاف شخصي بين الرجلين من مصراته؟ هل هو خلاف بين مسروعين؟ والأهم هل هو خلاف ينتهي لحل أم لغم؟ للخبر بقي هذا المساء معي أنا ديمة عزدين الثامنة ونصف بتوقيت القدس السادسة ونصف بتوقيت جرانش تابعونا على شاشة التلفزيون العربي أو عبر البث المباشر لقناتنا عبر اليوتيوب